اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية نبدأها بالعناوين ميليشيا الحرس التوري الايراني تدخل شحنة ضخمة من الحشيش المخدر الى سوريا قادمة من العراق احتجاجات وقطع طرقات في القنيطرة على خلفية اعتقال ميليشيا اسد شبانا منشقين عن صفوفها الاف سوريين في الشمال يطالبون تركيا بمنحها موثائق اثبات شخصية مقتلوا ستة عناصر للميليشيات الطائفية باستهدافها من قبل مجهولين في بلدة مسكنة شرق حلب اسرائيل تكشف مواقع سرية لسلاح نووي الايراني وسط العاصمة طهران عمليات نضمون لتصحيح النظر بتقنية الليزر والليزاك مجموعة مشافي اوفيسيان العالمية اهلا بكم ادخلت الميليشيات الايرانية شحنة ضخمة من الحشيش المخدر الى البوكمال شرق ديرزور قادمة من الاراضي العراقية وقالت شبكة عين الفرات المحلية ان شحنة وصلت عبر معبر السكك الخاضع لسيطرة ميليشيات حزب الله العراقي وجرى توزيعها على تجار تابعين لميليشيا الفوج 47 التابع للحرس التوري ولمدنيين مقربين من الميليشيات عبر الهاتف ينضم الينا الناطق باسم شبكة عين الفرات امجد الساري معنا من اسطنبول اهلا بك امجد ما هي تفاصيل شحنة الحشيش المخدر التي دخلت من العراق الى سوريا شبكة الحياتي لك استاذ احلام والاستاذ المشاهدين معكة الحشيش المخدر تقوم الميليشيات الايرانية بادخالها الى مناطق سيطرتها في البوكمال وديرزور من خلال يعني عدة طرق طريق الاولى هي معبر السكك هذا المعبر هو معبر حدودي مع العراق تستخدمه الميليشيات لادخال الاسلحة والذخار وايضا مواد الحشيش المخدر هذا المعبر يقع تحت سيطرة ميليشيا حزب الله العراقي وميليشيا كتاب سيد الشهداء وهذه الميليشيا حقيقة هي متخصصة بعمليات التهريب اخر شحنة دخلت الى البوكمال من الحشيش المخدر ادخلتها الميليشيا الى منزل يقع في قرية الهيريق هي قريبة من هذا المعبر هذا المنزل يتم تخزين فيه المخدرات والاسلحة يتم لاحقا توزيعها على شكل دفعات على التجار المحليين المتعاونين مع الميليشيات الايرانية امجت فقط للتوضيح هل هذه هي الشحنة التي وزعت على التجار وبعض المدنيين المقربين من هذه الميليشيا هي للتوزيع المحلي او للبيع المحلي امانها ايضا لتهريبها عبر الحدود الى مناطق اخرى نعم هذه الشحنة بالتحديد هي فقط لمدينة البوكمال وريفها لكن بشكل عام العمليات هي عمليات مستمرة ولن تتوقف يعني هناك دفعات اخرى تأتي عن طريق ايضا ميليشيا حزب الله اللبناني تأتي من لبنان باتجاه دير الزور يعني هي كما ذكرت تستخدم عدة طرق ميليشيا حزب الله اللبناني وايضا ميليشيا حزب الله العراقي كل مدينة لها حصتها لكن بشكل عام جميع مناطق سيطرة الميليشيات الايرانية في دير الزور والبوكمال موضوع المخدرات منتشر بشكل كبير جدا ورائد جدا وحتى المدنيين يعلمون اماكن بيع المخدرات في تلك المناطق والميليشيات الايرانية نشرت المخدرات بشكل كبير بين الشباب حتى من اجل ايضا استخطابهم لان الشباب الذين يدمنون على المخدرات يحتاجون الى ايضا دفعات اخرى من الحشيش وما الى ذلك وبالتالي يضطرون الانضمام الى الميليشيات الايرانية لان الموضوع يصبح اسهل عليهم من اجل تحصيل هذه المواد حتى انها في البداية تبيعها باسعار رخيصة جدا من اجل كسب اكبر عدد ممكن من الشباب ايضا موضوع اخر هو نشر المخدرات في مناطق سيطرة القسد ايضا من خلال المعابر النهرية الموجودة بين مناطق سيطرة الميليشيات ومناطق سيطرة القسد عن طريق مهربين تقوم الميليشيات بتوزيحها الى مناطق سيطرة القسد وايضا خلال الفترة الماضية رصدنا ايضا موضوع انتشار المخدرات في مناطق سيطرة القسد ولكن الانتشار اكبر هو في مناطق سيطرة الميليشيات والموضوع التهريب كما ذكرت لك هو لم يتوقف وموجود من خلال اشخاص يعني معروفين يعرفهم حتى المدنيون انهم يبيعون المخدرات في اماكن معينة اماكن لبيع المشروفات الروحية لبيع المخدرات وبمبارك ايضا من النظام ومن الميليشيات الايرانية الموجودة شكرا جزيلا لك امجد الساري الناطق باسم شبكة عين الفرات كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال روسي 130 غارة جوية على مواقع لتنظيم داعش في البدية السورية واضحت مصادر اعلامية محلية ان خمسة طائرات حربية تناوبت منذ ساعات الفجر على قصف مواقع وتحصينات عناصر التنظيم في البدية دون ان ترد معلومات عن حجم الخسار اغلق اهالي قرية انباطنى شرق القنيطرة طرقات القرية احتجاجا على اعتقال ميليشيا اسد لشبان من ابنائها ونقلت صفحات محلية عن مصادر قولها ان الاهالي استنفر منذ ساعات الفجر واغلقوا مداخل ومخارج القرية معلنين استمرارهم في الاحتجاج حتى اطلاق صراح المعتقلين ونوهت الى ان الاعتقال تم بحق شابين اثنين منشقين عن ميليشيا اسد طالب الاف السوريين في شمال سوري المحرر السلطات التركية بتأمين وثائق لاثبات شخصياتهم بعد ان فقدوها اثناء القصف على قرىهم وبلدتهم وتهجيرهم او نتيجة الغائها من قبل نظام ياسد النظام السوري لغى هوياتنا انا مهجر من حمص يعني هلأ اول شيء طيب انا هلأ ما ادي اعرف انا لانه دولة يتابع طبعا انا سوري ما اختلفنا بس بدي هويات تسبت شخصيتي على ايام ما بس انا في ولادي اقل ما يمكن هي هويات او يقدموا يعني اقل الشيء تسهيلات للطلاب الجامعات او للمواضيع الدراسية يعني اليوم مثلا طالب حبيدروس يقدموا تسهيلات للدخول لتركيا او لجامعات التركية باقل التكاليف نضمن اولادنا كمالك للولاد من الهويات يعني تركيا دولة قوية وعظمة لازم اقل شيء يعني اضمنا الى وطلعنا كمالك وهويات يعني النظام خلاص نظام فاسد يعني ما في من وراه فايدة اجبار يعني لازم نضمن تركيا وشوفرنا حل طلعنا كمالك طلعونا هويات بشان نضمن اولادنا مستقل اولادنا بعد عشر سنوات شلون هيك ما بسيط يعني من نحن طالب تركيا اقل شيء اقل شيء لعن الوسائق اللي عنا تنقلها الوسائق التركية وسبت هالنفوس هالعالم هالأطفال هالعب تجي لمواليد جديدة كتير عالم عب تنظلم عب يروح حقوقها يعني فيه كتير عالم عب تتجوز ما عندهم دفتر عائلي فيه كتير ناس عب يجيه أطفال ما عب تتسجل يعني هدول وين دي روح اخر شيء قتل ستة عناصر من ميليشيا الحرس التوري الايراني واصب اخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موقعا لهم شرق حلب وذكرت مصادر محلية ان عبوة ناسفة زراعها مجهولون انفجرت بعد دخول العناصر لأحد البيوت المهجورة اثناء تنفيذهم جولة استطلاع جنوب معمل السكر في بلدة مسكنة اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اطلاق بلاده عمليات تشاورية جديدة مع كل من روسيا وقطر بشأن ما اسمها التسوية السورية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة القطرية الدوحة وقال اوغلو انه يجب الضغط على نظام سوري لكسر الجمود في الوضع الراهن مشددا على ضرورة التواصل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري قال الامين العام للأمم المتحدة ان الوضع في سوريا سيء للغاية مشددا على ضرورة تكثيف المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمحتاجين في كل مكان قبل عشر سنوات وضع القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا البلد على طريق حرب مروعة توفي مئات الآلاف من السوريين ونزح الملايين السوريون عانوا من أعظم الجرائم التي شهدها العالم في هذا القرن ويجب محاسبة مرتكبها يجب القيام بالمزيد من أجل إتاحة وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وضرورة وصولها إلى جميع المحتاجين ولهذا السبب فإنني طلبت مجلس الأمن مرارا وتكرارا على تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الهامة من الواضح أنه إذا استمرت حرب ما لمدة عشر سنوات فإن نظام إدارة الأمن الدولي الموجود غير نقلت شبكات إخبارية عن مصادر في ميليشيا قصد قولها إن مظلوم عبدي التقى خلال الأيام الماضية العميد مونافطلاص في دولة أوروبية لم تسمها وأضفت أن اللقاء ضم أيضا رئيس ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار بهدف بحث مشروع المجلس العسكري الانتقالي في سوريا وأضحت أنه تمت مناقشة إمكانية الإبقاء على أسد كرئيس شكليا منزوع الصلاحيات لمدة أربع سنوات فقط على أن يتسلم أطلاص رئاسة المجلس العسكري الانتقالي تلقت منظمة لجنة الدولية للعدالة والمسؤولية قرابة خمسمائة وسبعين شكوى حول صلة أشخاص بنظام أسد منذ عام 2016 وقال تقرير للمنظمة إن أكثر من 1200 شخص من 13 بلدا غربيا على صلة بالنظام لفتا إلى أن المنظمة تحتفظ بأكثر من مليون وثيقة خاصة بنظام أسد وضفن نقل الوثائق إلى خارج سوريا تمت في وقت ناء كان فيه نظام أسد ودعموه يواصلون قصف المدن والبلدات سوريا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن بلاده تبذل كل جهودها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وأوضح نتنياهو أنهم أرسلوا الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووي وعرضه على العالم ليتم التعرف على الخطط السرية لإيران إلى ذلك تعهد نتنياهو بمواصلة العمل من خلال الاستهدافات المتكررة لمواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكان أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن إيران قبل عودة الأخيرة إلى كامل التزاماتها بالاتفاق النووي ونفى بلينكان إعطاء بلاده ضوءا أخضر لكوريا الجنوبية أو العراق للإفراج عن مليارات الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمدة لديها بموجب العقوبات معتبرا أن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين ونبقى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر في حادثة إطلاق نار بمدينة هيوستن أكبر مدن ولاية تيكساس الأمريكية إلى ذلك قالت وسائل إعلام أمريكية أن المحققين لم يحددوا أي مشتبهن به بعد ولا يزال الغموض يلف دوافع ارتكاب الهجوم المزيد المزيد من الأخبار دائما على منصات أوريانت على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على الموقع الإلكتروني أوريانت داش نيوز دوت نت شكرا لتزيزي المتابعة بإمان لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة